موسيقى التحليلية أهلا بكم هستيريا في إسرائيل رعباً على الكهرباء في أي مواجهة مع حزب الله هل ستفرض الحرب المحتملة خيار ضرب محطات الكهرباء الإسرائيلية وأدخالها في العطم بوتين يلوح بتغييرات في العقيدة النووية في روسيا ما خطورة تهديدات بوتين وهل كلامه ردعي أم تحذير لمرحلة مقبلة في المواجهة مع الناد في وثيقة اليوم حزب لوبان يكتسب تأييداً إضافياً بين الفرنسيين وتراجع شعبيات مكروم ما سبب ارتفاع أسهم حزب لوبان في الاستطلاعات الرأي؟ وما الاحتمالات اللاحقة؟ وفي قضية اليوم في الشهر التاسع من العدوان حماس لم تهزم بل تزداد عزماً وقوة ونمور لماذا فشلت إسرائيل في القضاء على حماس؟ ما هي مصادر قوة الحركة؟ ولماذا أصبحت قضيتها أكثر شعبية وجاذبية مما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر؟ تحذيرات المدير العام لشركة نوغا لإدارة الكهرباء في إسرائيل بشأن قدرة حزب الله على شل قطاع الكهرباء أحدثت موجة من الهستيريا بين الإسرائيليين وثار ردود فعل قلقة وغاضبة في ظل تقديرات بعدم جاهزية الجبهة الداخلية الإسرائيلية لحرب في الشمال التقرير لمنال إسماعيل جرس الإنذار الذي دقه المدير العام لشركة نوغا الإسرائيلية وهي الشركة الرسمية المسؤولة عن إدارة منظومة الكهرباء القطرية بشأن قدرة حزب الله على شل قطاع الكهرباء في إسرائيل كان كافياً لإحداث هستيريا في صفوف الإسرائيليين ومعهم المسؤولون الذين سارعوا إلى محاولة لملمة آثار وتبعات كلام كهذا على الداخل الإسرائيلي قبل الخارج أنتم لا تفهمون إلى أي حد حياتنا مرتبطة بالكهرباء نحن لسنا في وضع جيد نحن لسنا مستعدين للحرب ما الذي سيحصل لإسرائيل؟ الخلاص أنه بعد 72 ساعة لا يمكن السكن في إسرائيل الآن ما العمل؟ يكفي فقط ضربنا حزب الله يعرف أننا مكشفون تماماً ولسيما إزاء تهديد المسيرات هذا أمر فضيع ببساطة كلما اقتربنا من نقطة الحسم مقابل لبنان يرتفع الضغط الجماهري في إسرائيل وما لم يسهم بنحو خاص في تهديئة النفوس لدى الجمهور هو تحذير مدير شركة حكومية لإدارة الكهرباء القطرية هو تطرق إلى سوق الكهرباء بنحو خاص تحذيرات مدير شركة نوغل التي سبقتها دعوات كثيرة إلى ضرورة عدم المغامرة وتوسيع الحرب ضد لبنان وتجنيب الإسرائيليين الكأس المر لأثار الحرب عليهم قابلتها ردود فعل قاسية ومنددة اتهمت جولدشتين بزرع الخوف في أوساط الإسرائيليين وزير الطاقة يوسي كوهين والمدير العام للوزارة يوسي ديان أجري محادثة قاسية مع المدير العام لشركة نوغا وكان على الخط أيضا رئيس الشركة وفي هذه المكالمة قام بتوبيخه ووجه إليه الملاحظات قائلين كلامك غير مسؤول ولا أساس له تسبب بأضرار وزرع خوفا غير ضروري وسط الجمهور وفيما ترجمت الهستيريا الإسرائيلية تهافتا على شراء مولدات الكهرباء وبالرغم من محاولات الطمأنة بأن ما يجري الحديث عنه هو سيناريو متطرف بقيت التقديرات تشير إلى عدم جاهزية الجبهة الداخلية الإسرائيلية لحرب في الشمال ولسيما في ظل ما يكشف عنه حزب الله من قدرات منال إسماعيل الميادين مرحب بمحل الميادين لشؤون الأمن القومي علي جزيني وأيضا كل الترحيب من موسكو بمحل الميادين لشؤون الأوراسية والدولية مسلم شعيت وأبدأ معك علي جزيني عندما يقول الإسرائيليون بأنه قاموا بإجراءات لحماية البنية التحتية للكهرباء والطاقة ماذا يقصدون؟ يعني هم يقصدون أن يتحدث بعض المسؤولين الإسرائيليين المختصين بقطاع الطاقة بأنهم قاموا بتركيب بعض التحصينات الخرسانية حول المولدات الأساسية وبعض مكونات قطاع الكهرباء الإسرائيلي كما ويمكن هنا أن نتوقع ولو أنه لم يتم الإعلان عنه يمكن تم عقد صفقات لإستيراد مثلا موارد الطاقة ممكن فحم غاز فيه وليل في حالة الطوارئ لضمان مثلا في حال تم ضرب منصات الغاز في المتوسط لضمان تدفق هذه موارد الطاقة من ناحية أخرى غولدشتين نفسه قال بأن الوزارة كامت باستيراد العديد من قطع الغيار للمولدات ولمحاولات الطاقة يعني أننا نتحدث فقط عن مراكز إنتاج الطاقة نفسها المعامل الحرارية نقصد بشكل أساسي ولكن نقصد أيضا النقاط التي تتوزع منها الكهرباء والتي إذا مرضنا المقارنة الروس لجأوا في أوكرانيا مثلا لضرب هذه المحطات ونقاط التوزيع بغية إسقاط قطاع الكهرباء الأكراني إذا عدنا لموضوعنا هنا هذه الإسرائيل استوردت كمية كبيرة من المحاولات وقطع الغيار خزنت أيضا كمية كبيرة من الفيول والوقود وأيضا قامت بالخلاصة بتحسين قطاع الكهرباء عبر محاولة بناء تحسينات خرسانية حوله في هذا الإطار مسلم شعيتو أيضا روسيا في أوكرانيا استهدفت هذا القطاع قطاع الكهرباء ما أهمية الضربات على هذا القطاع؟ مساء الخير إلك لمتابعين الميدين والزميل علي روسيا استهدفت محطات التحويل وليست محطات الإنتاج الكهربائية لأنها لم تسعى إلى الضرر بالمواطنين الذي تعتبرهم هم روس لكن حكم عليهم أن يتواجدوا في أوكرانيا إنما محطات التحويل التي كانت ترتبط بالمصانع التي تنتج بعض الأسلحة أو تقوم بصيانة بعض المعدات العسكرية أو تمول المراكز الإدارية لإن كانت لإدارة الدولة أو للمؤسسات العسكرية وبالتالي يختلف تماما عن ما يجري في إسرائيل هناك بطاع كهربائي مرتبط تماما في بكل عمليات الإنتاج وفي العمليات المدنية وبالتالي عندما تصطدم مع حزب الله وهي ستتعرض للمكونات الكهربائية هو حكما سيتعرض لكن في روسيا كما قلت سابقا كانت تسعى إلى شل الحركة العسكرية فقط وإلى شل الحركة السياسية في أوكرانيا وهي نجحت بذلك لكنها لم تتعرض لأي محطة أساسية ونعرف في أوكرانيا هناك أربع محطات نووية منتجة لكمية كبيرة من الطاقة أيضا لم تتعرض لها روسيا إنما كانت تحاول وقف الإمداد للكثير من الخدمات التي يمكن أن نستعملها الجيش الأوكراني أو المؤسسات العسكرية أو السياسية الأوكرانية التي تقوم بالعملية العسكرية إذن هذا الهدف هو هدف سانوي قياسا مع الذي كانت تسعى إليه روسيا لانتصار عسكري عبر الضغط على هذه المؤسسات وهذه الكطاعات والإدارات أعود إليك علي جزيني ما السيناريوهات الموضوعة على الطاولة ممكن أن تلجأ إليها المقاومة لضرب هذا القطاع قطاع الطاقة في حال طبعا إسرائيل استهدفت هذا القطاع في لبنان هناك العديد من السيناريوهات الموضوعة حاليا وهناك أيضا العديد من المشاكل التي يطرحها حتى محاولة تحسين قطاع الكهرباء الإسرائيلي نحن نتحدث هنا عن مخازن يمكن وضع فيها السواريخ بل عن قطاع يحتاج لأن يكون هناك محطات تحويل يحتاج لأن يستورد مصادر طاقة وإلخ وإلخ إذن محطات التحويل نفسها مهما حاولت إسرائيل تحصينها يمكن ضربها ببعض أنواع الذخائر التي لا نعلم إذا كانت موجودة مثلا مع المقاومة أو لا بالنهاية المعمل حتى يشغل هو بحاجة لاستراد مصادر الطاقة ماذا لو حدث حصار بحري موسع للعدو الإسرائيلي من أين سيأتون بمصادر الطاقة نقطة أخرى هي موضوع مثلا رخص أو انخفاض تكلفة الأسلحة الموجودة مع المقاومة يعني نتحدث عن مسيرات كلفتها فقط ألاف الدولارات القليلة يمكنها مثلا أن تنشون محطة تحويل تكلف مئات ألاف الدولارات أو ملايين الدولارات في حال أصابت في المكان المناسب وكما نشاهد الآن هي اعتراضها صعب جدا والإسرائيلي مواجهون مشاكل بذلك لذلك أي محاولة يعني معالجة هذه المشاكل من الإسرائيليين على الأرجح ستكون مجرد يعني محاولة محدودة ومن غير متوقع أن تتكلل بالنجاح بسبب التفوق يمكن أن نقول في معدات الطرف الآخر وبسبب أيضا أن حماية قطاع الكهرباء يعني في أي سيناريو عسكري هو أمر صعب جدا كما أن إسرائيل تفتقد للعمق الاستراتيجي بعكس أوكرانيا إذا أردنا أن نقارن هنا التصاعد نووي بين روسيا والغرب يبلغ ذروته الرئيس الروس فلاديمير بوتن لمحا إلى إمكانية تعديل العقيدة النووية لإدارته لينتاب القلق الولايات المتحدة فهل يقترب العالم من حرب نووية؟ أحمد محيدين أوجه متعدلة للسائل الرئيس الروسي فلاديمير بوتن للغرب أعلن أن موسكو تدرس تعديل العقيدة النووية ثم ألحقها برسالة أكثر وضوحا مفادها أن روسيا ستواصل تطوير ترسانتها من الأسلحة النووية فضلا عن اعتزام البلاد تزويد الجيش الذي يقاتل في أوكرانيا بأحدث الأسلحة والطائرات المسيرة وتنفيذ المزيد من التطوير للثالوث النووي أي الصواريخ التي يمكن إطلاقها من البر والبحر والجو قضمان للردع الاستراتيجي والحفاظ على توازن القوى في العالم بوتن حذر واشنطن وحلف الناتو من أن موسكو لن تقبل بالهزيمة في المواجهة على أرض أوكرانيا سيد الكريملين اتهم الناتو بالتحرك نحو آسيا وهو ما اعتبره تهديدا لكل دول المنطقة بما فيها روسيا الاتحادية هو ما يستوجب الرد لكن بوتن ترك باب التسويات مفتوحا بقوله إن اليد ممدودة لكل من يسعى لإقامة نظام عالمي أكثر عدلا وهم كثر وفي غير ذلك موسكو جاهزة لتدمير من يفكر بمهاجمتها وأبدى الاستعداد لإجراء مناقشات واسعة النطاق حول القضايا المتعلقة بإنشاء نظام أمني أوراسي مع مختلف التكتلات بما في ذلك مع الناتو تصريحات بوتن أثرت قلق واشنطن ونقلت مكالة نوفوستي عن مصدر في بجلس الأمن القومي الأمريكي انفتاح واشنطن على المفاوضات مع موسكو حول قضايا المخاطر النووية والحد من أسلحة الدمار الشامل على نحو منفصل عن أزمة أوكرانيا معهد ستوك هولم لأبحاث السلام رأى أن ثمت زيادات سنوية في عدد الرؤوس الحربية النووية العاملة وأشار إلى أن هذا الاتجاه من المرجح أن يستمر وربما يتسارع في السنوات المقبلة وهو أمر مقلق جدا وبالتالي منسوب التوتر النووي يبدو آخذا في الارتفاع ويأتي في خضم توترات سياسية وأمنية عارمة في جهات مختلفة من العالم وعلى وقع تغييرات جيوسياسية أيضا لم تحدث منذ الحرب الباردة أحمد محي الدين الميادين محل الميادين لشؤون الأوراسية ودولية مسلم شعيتم ماذا يعني عندما يقول بوتن عن تغيير العقيدة النووية هي ماذا هذا المصطلح وأيضا يقول تطوير الترسانة النووية هل نحن أمام تصريحات خطيرة وماذا تعني نعم الرئيس بوتن كان واضحا جدا ونحن لاحظنا أن أطلق هذا الشعار من فيتنام وكان سابقا قد تحدث كثيرا في موسكو وأيضا مسؤولين كثير من الروس وأخيرا كان ريبكوف نائب وزير الخارجية الروسي الرئيس بوتن قال العقيدة النووية والتي تم اعتمادها سنة 2020 في شهر حزيران من تلك السنة هذه عقيدة وسيلة حية أي أنها تتغير قياسا ومرتبطة بالظروف وبالحالات التي تعيشها البشرية وخاصة روسيا المحاطة بالكثير من الأعداء والمحاطة تحديدا بالناتو إذن هناك وضوح أمام روسيا أن هذه العقيدة يجب أن تتلاءم دائما مع متطلبات الحاجة الأمنية لروسيا خاصة بعدما أثبتت الحرب في أوكرانيا والحرب في غزة والحرب أيضا في البحر الأحمر أن الأسلحة التقليدية فقدت قدرتها على حسم المعركة وأن تكون لاعبا أساسيا بتنازلها أمام القدرات التقنية المتطورة وهذا ما تحدث عنه أيضا رئيس بوتن يجب أن نطور الأسلحة والتقنيات الدقيقة والمراقبة الفضائية للأسلحة وهذا أيضا أثبت نجاعته وإضافة تطوير الثالوس النووي أي البحر والجو والأرض للترسانة الروسية وتغيير العقيدة بما يتناسب والحاجات الأمنية الروسية وبما يتناسب والسلوك الذي يكون به الغرب وهذا الغرب الذي مباشرة تحدثت واشنطن عن أنها مستعدة للحوار مع روسيا عندما شعرت أن فعلا روسيا جدية بتطوير هذه الكطاعات والانتقال من مرحلة مختلفة في صناعاتها العسكرية خاصة الدقيقة منها وتحدث الرئيس بوتين تحديدا عن الأسلحة التكتيكية الجاهدة أو كثيرة الفاعلية أو القوية بفاعليتها وهي تعتبر أيضا من الأسلحة المتطورة بعيدا عن الأسلحة التقليدية النووية منها أو التقليدية أعود إليك علي تقنيا عسكريا تقنيا ماذا يعني أن يقول بوتين تغيير العقيدة النووية هنا نتحدث عن تغييرات في أنواع السلع خصوصا بلدت هذه الأسلحة تظهر منذ عدة سنوات خصوصا مع خروج أوليات المتحدة في عام 2018 من معاهدة الصواريخ الباليستية متوسطة المدى كل من روسيا والأوليات المتحدة كانت تتفق على أن لا نريد هذه الصواريخ لأنها تقلل زمن التفاعل في إزاء ضربة نووية وتزيد من عامل الخوف والحضر وإلى آخره إذن روسيا أدخلت في السنوات الماضية عدت نماذج صواريخ من سريعة صواريخ قصيرة المدى قد يمكن تركيب رؤوس نووية على هذه الصواريخ الأمر يعني هو من جهة يزيد نسبة التوتر والخوف كل الطرفين ولكنه يشكل عامل رادع هنا للطرف الآخر من أن يأخذ خطوات كد تراها روسيا يعني في حال غيرت الحد الأدنى في عقيدتها النووية يعني متى يجب أن تستعمل الأسلحة النووية متى يجوز لها أن تستعمل الأسلحة النووية بحسب عقيدتها قد يتم استعمال هذه الأسلحة يعني مع أن استخدام التكتيك للأسلحة النووية أراه بعيدا في هذه اللحظة ابتدائيا ولكن يمكن هنا في حال مهاجمة يمكن قاعدة تحتضى على أسلحة نووية وغيره وغيره أن تغير روسيا عقيدتها فتبدأ بالهجوم في هذه الحالة أعود إليك مسلم ماذا يعني الحديث عن النووي تحديدا في شرق آسيا وبالتالي أيضا إنشاء نظام أمن أوراسي مع مختلف التكتلات نعم ما كان لبوتين إلا أن يتحدث عن ذلك تحديدا في شرق آسيا خاصة بعد زيارته لكوريا الشمالية وتوقيع اتفاق استراتيجي للتعاون استثنائي ما بين أي دولتين وتحديدا كما قال أننا سيكون هناك دفاع مشترك إذا ما تعرضت إحدى الدول أو الدولتين إلى أي اعتداء خارجي بالتالي هذه الرسالة كانت واضحها لتأكيد للحلفاء ولكوريا الشمالية وللصين التي مر من خلالها وأصبح جارها عندما تحدث في فيتنام أننا مستعدون للدفاع عن أصدقائنا ومن التحالف معهم إذا ما تعرضوا وأسلحتنا النووية هي جزء من هذه المنظومة التي نستعملها للدفاع وبالتالي هذه الرسائل كانت موجهة للأصدقاء أولا ومن ثم موجهة للحلف الآخر الذي يقابل شرق آسيا وهو اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ومعها حكما أستراليا والقواعد الأمريكية في الفلبين الذي أعطى كانوا ثلاث قواعد أصبحوا أربعة قواعد يمكن استعمالها إذن هذه الرسائل موجهة لتلك المنطقة سياسيا وعسكريا وأيضا لإطمئنان الحلفاء الذين أصبحوا في علاقة استراتيجية مميزة مع روسيا كل الشكر لكما مسلم شعيتو وعلي جزيني على المشاركة في الجزء الأول من التحليلية ولا مشاهدين إلى فقرة وثيقة اليوم أظهرت نتائج استطلاع رأي أن شعبية حزب التجمع الوطني المنتمي إلى تيار أقصى اليمين بزعامة مارين لوبان تتزايد قبل الانتخابات التشريعية الفرنسية في مقابل تراجع شعبية الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون المنتمي إلى تيار الوسط وفق وكالة بلومبرغ الأمريكية وبين استطلاع الرأي الذي أجراه معهد إيفوب فيدوسيال أن 38% من المشاركين يريدون فوز التجمع الوطني بزيادة نقطتين عن العاشر من حزيران يونيو الجاري وهو اليوم التالي لإعلان ماكرون عن إجراء تصويت مبكر وجاء تحالف الأحزاب اليسرية الجديد في المركز الثاني بحصوله على 29% من الأصوات من دون تغيير فيما ارتفع التأييد لحزب ماكرون وحلفائه إلى 22% بعد أن كان 18% ونقل استطلاع منفصل صدر قبل نحو أسبوع أن نسبة تأييد ماكرون انخفضت بمقدار ست نقاط مئوية إلى 26% إذ كانت شعبية ماكرون قد وصلت إلى هذا المستوى آخر مرة في شباط فبراير عام 2023 وقبل ذلك في أواخر العام 2018 الحديث أكثر ينضم إلينا محلل الميادين لشؤون السياسية ودولية قاسم عزدين قاسم أهلا وسهلا بك معنا أبدأ معك بالسؤال الأول ما دلالات هذا الاستطلاع لصالح لفا أولا نعطيك العافية لكل الزملاء نمسي على مشاهدي الميادين الأعزاء الأرقام التي أوردتها بلومبرد هي مبالغة بها يعني الأرقام لا أعرف من أين أتت بهذه الأرقام الأرقام المتداولة لعدة معاهد استطلاعات رأي هي 35% للوبين مقابل 29% للجبهة الشعبية الجديدة وتتراوح أرقام الكتلة الثالثة بـ 22% بهذا الحدود ما السبب في ذلك؟ قبل ثلاثة أيام كانت الاستطلاعات نفسها تشير إلى أن لوبين سيحظى على 32% ما سبب ارتفاع 3% خلال يومين؟ السبب هو تصريح رئيس الحملة حملة حزب لوبين بأنه يعني هو يخاطب المؤيدين الذين يعني يؤيدونه على خفر ومترددين إلى حد ما أو على الأقل لا يقولون أنهم يؤيدونه قال لهم أنه إذا لم يحصل على الأكثرية المطلقة يعني من 45% فما فوق فهو لن يذهب إلى رئاسة الحكومة وسيضع فرنسا أمام أزمة حكم طويلة هذا يعني العملية الإجرائية لكن هذا ما استدعى تحركات سياسية انقسم كل الأدعياء الذين كانوا يتحدثون عن منظومة القيم العلمانية والديمقراطية والجمهورية كانوا يوازنون إلى حد ما ما بين يسمونه المتطرفين اليساريين والمتطرفين اليمنيين يعني لوبين وميلونشون لكن في المدة الأخيرة انتقلوا خطوة باتجاه الانحياز إلى لوبين فقالوا أنه صحيح أن هناك خطر من لوبين وخطر من ميلونشون لكن لوبين هو يمثل العنصرية بينما ميلونشون هو يمثل معادات السامية وعليه كيف ترتسم قاسم الخريطة السياسية الآن لذلك سننتخي بلوبين وعليه كيف ترتسم الخريطة السياسية يعني لا هناك لا احتمالات يعني أن تكون هذه الأرقام هي ثابتة إلى دورة ثانية من الانتخابات سنرى الدورة الأولى من الانتخابات كيف ستكون النتيجة لكن الدورة الثانية هناك بدون أدنى شك متغيرات كثيرة باتجاه أو بآخر لأنه في الدورة الثانية سيطرح الموضوع بشكل عاري أمام كل يعني حتى الكتاب والصحفيين والإعلاميين الآن ينحزون رجال الأعمال والإدارات والقضاء وكل اليمين ينحز بشكل واضح إلى لوبين هل ستستكمل يستكمل هذا الانحياز بقية الفئات الذين كانوا لما زالوا يلبسون قفازات أم لا سيتضح يعني بعد النتيجة بالانتخابات الدورة الأولى وسينتضح بدون شك خلال الحملة للدورة الثانية ابقى معنا قاسم عز الدين للجزء الثاني من التحليلية في قضية اليوم مشاهدينا فاصل نحلل بعده قضية اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من جديد أهلا بكم حماس تنتصر لماذا تؤدي استراتيجية إسرائيل الفاشلة إلى تقوية عدوها عنوان تطرحه الفورين أفارس في الشهر التاسع من العدوان حيث ترى أن الحركة ازدادت قوتها كما ازدادت قوة الفيتكونغ في المواجهة مع الولايات المتحدة في فيتنام لا بل صارت قضية الحركة أكثر شعبية وجاذبية مما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر في مسياضة غزة علق الاحتلال في شرك لم يستطع الفكك منه حتى اليوم فبات الخنق يضيق أكثر حول رقبة بن يمين نتنياهو وحكومته لا تحقيق الأهداف العدوان بات الجميع يدرك حقيقة الأمر سواء أفصحوا عن ذلك أم كتموه في الداخل الإسرائيلي وحتى في مراكز قرار الدول الحليفة لتل أبيب في مقابل الفشل الإسرائيلي في تحقيق ذلك تتعاظم قوة المقاومة في غزة وتواصل نهجها الأسطوري على المنوال ذاته ملحقة أضراراً اقتصادية وسياسية فاتحة بالاحتلال إضافة إلى تحقيق مكاسب استراتيجية حماس لم تهزم بعد ولا هي على وشك الهزيمة تؤكد مجلة فورين أفيرز الأمريكية وتشير إلى أن الحركة أصبحت أقوى مما كانت عليه في السابع من تشين الأول أكتوبر الماضي فيما أصبحت القضية الفلسطينية أكثر شعبية وجاذبية وعن مآلات الحرب تؤكد المجلة أن إسرائيل لم تستطع تدمير أنفاق حماس ولا تحويل الفلسطينيين ضد المقاومة ولا فصل الضفة الغربية عن غزة والخلل المركزي في استراتيجية إسرائيل وفق المجلة ليس فشل التكتيكات بل سوء فهم فادح لمصادر قوة حماس في المقابل حفظت الحركة على قدراتها وتشير المجلة إلى أنها لتزال قادرة على ضرب إسرائيل ومن المرجح أن لديها نحو 15 ألف مقاتل مجهز أي ما يقرب من عشرة أضعاف عدد المقاتلين الذين نفذوا طفان الأقصى وهم قادرون على التخطيط وتنفيذ الهجمات لتخلص المجلة إلى أنه لا يوجد حل عسكري وحده لهزيمة حماس محلل الميدين لشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحم كل التحية أيضا التحية موصولة لمحلل الميدين لشؤون السياسية والاستراتيجية محمد فرج وأيضا تحية من جديد لك قاسم عز الدين أبدأ معك ناصر هل يعترف الإسرائيلي بأنه هزم أمام حماس وبأنه غير قادر على هزيمته تعياتي رعنا والجميع والمشاهدين أولا ما ورد في فوران بوليسي ليس تأييدا لحماس ولا هذه المحطة هي من مؤيدي حماس ولا داعمي الشعب الفلسطيني ولكن إذا ذهبنا إلى السؤال مباشرة ما ورد في فوران بوليسي هو ما قاله جنرالات إسرائيليين مرارا وتكرارا تحت الهواء وفوق الهواء وبين أنفسهم وما تسرب على لسانهم في الصحافة الإسرائيلية أي أن ما ورد يقربه معظم جنرالات إسرائيل باستثناء ثلة مأفونة من اليمين المتطرف الراديكالي الإجرامي غالبية الجنرالات الإسرائيليين قالوا ويقولون ما ورد أن الأهداف لم تحقق وأن حماس قوية وحتى الذين يريدون النفاق مع نتنياهو قالوا أن لدى حماس أكثر من 12 ألف مقاتل لا يزالوا موجودين وجاهزين للقتال والارتحام في حرب الشوارع ضد الجيش الإسرائيلي أما فيما يتعلق بباقي الإدعاءات التي تسمى إنجازات عند الجيش الإسرائيلي فقد قللوا من مكانتها ولم يأخذوا كما لم يأخذ التقرير في فورا البوليس الأعوام الأخرى التي نتحدث عنها لاحقا وأهمها وحدة الساحات وأهمها الجبهة الداخلية الفلسطينية مقارنة مع الجبهة الداخلية الإسرائيلية أريد أن ينهي قولي بأن من يستمع إلى ما يقال في إسرائيل سيجد على نسان الجنرالات الإسرائيليين أكثر مما ورد في فورا البوليسي عشرات المرات تقريبا مأساوي ووضع الإسرائيليين فيما يتعلق به قائمة الأهداف التي رسموها للجنود وواقع القتال الذي يعيشه الإسرائيليون على الأرض أذهب إليك محمد فرج لأتحدث معك عن أهمية دور البيئة الحاضنة للمقاومة كعنصر أساسي في منع إسرائيل من تحقيق أهدافها تحياتي عولا لكي والزملاء الأكارم والمشاهدين لا فاضل يمكن القول أو يمكن أن ننطلق من استطلاع الرأي الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات المسحية والذي صدر قبل تسع أيام تقريبا والعين في استطلاع الرأي شقت شملت ألف وخمسمائة وسبعين فلسطيني من الضفة والقطاع الإطار الزمني كان من 26 أيار إلى 1 حزيران بمعنى آخر في ذروة الجنون الإسرائيلي اجتياح رفعت اتساع رقعة الحرب محور فيلادلفيا تجديد النشطات العسكرية القوية جدا في جباليا وغيرها واتساع رقعة الحرب على الرغم من هذه الظروف التي تمارس فيها إسرائيل كل حالة الجنون في الميدان إلا أن الأغلبية حسب هذا الاستطلاع من الرأي تؤيد حكم حماس هذا أولا تؤيد السابع من أكتوبر كحدث كلحظة تؤيده في ذاته ولذاته يمكن قراءة مجموعة من المؤشرات في هذا الاتجاه الثلثين يتوقعون انتصار حماس على الرغم أن الثلاثة أربع تقول بأنه لا يمكن أن تنتهي الحرب من خلال محكمة العدل الدولية 71% تقول لا يمكن أو تستبعد اعتقال نتنياهو بسبب مذكرات صادرة على المحكمة الجنائية الدولية ماذا يعني هذا؟ يعني أن الإيمان مرتفع بانتصار المقاومة انطلاقا من شروط الميدان وبسبب شروط الميدان لا يوجد هناك أي مراهنة كبيرة على الهيئات الدولية أو أن تلعب دور في وقف الحرب أو أن تسبب انتصار المقاومة المراهنة الكبرى والأولى والأخيرة بالنسبة للمجتمع في فلسطين هي مراهنة على المقاومة الجانب الآخر أو المؤشر الآخر الذي ورد في استطلاع الرأي هذا 70 إلى 75% ترفض وجود قوات عربية أردنية أو مصرية أو غيرها في أي مرحلة من المراحل التي تحاول إسرائيل أو تطلق عليها إسرائيل تسميتها بطريقة غير موضوعية أساسا اليوم التالي للحرب وهذا الرفض يعني أن هناك حالة تشفيف لمروحة خيارات إسرائيل بأي شكل من الأشكال داخل القطاع خلال المرحلة المقبلة ولا يمكن القفز أو تجاوز الخيرات التي تطرحها المقاومة وأيضا واحدة من المؤشرات التي يجب الاهتمام بها هو أن أعلى نسبة ارتياح إقليمي تأتي مع إيران وحزب الله واليمن هذا يعني أن الهزيمة التي يواجهها الاحتلال الهزيمة التي تواجهها الولايات المتحدة لا تختصر فقط في غزة وإنما تتوسع على كل إطار الإقليم أعود إليك قاسم عز الدين لماذا تتبرع التحليلات الأمريكية لإزداء نصاح لإسرائيل يعني حقيقة الأمر هو يتجاوز التحليلات الأمريكية يعني رأينا مثلا توماس فريدمان في نيويورك تايمز لكن أيضا في فرنسا بليوموند والميديابار حتى ميديابار يعني المعروفة أنها أكثر ليونة ومؤيدة للفلسطينين الجارفين البريطانية هناك نخبة من الذين يعتبرون نخبة هم يتبنون وهذا الخيار يعتقدون أن ويرون استنادا على دراسات إسرائيلية لأن قبل شهر ونصف حوالي شهر ونصف المعهد الإسرائيلي للدراسات الأمنية والإستراتيجية وهو له صلة بالجنرالات وكبار رجال الأمن الإسرائيليين وأجرى كتب تقريرا مفصلا يأخذ بها هؤلاء كل ما تصرح بهم فيما بعد يعني بعض الجنرالات أو الصحف وما نراه اليوم في فورين أفارز هو نتيجة هذا التقرير هذه الدراسة يهلعون بأن إسرائيل مقبهية على حافة الهاوية وأن النتنياهو يرمي بها إلى الهاوية لذلك يخشون يوجهون أسهمهم ليس لنا وليس للرأي العام للإسرائيليين بأنفسهم يعني ينصحونهم بأنهم عليكم أن تتراجعوا عن حافة الهاوية وإلا أن إسرائيل مهددة بوجودها ويقولون بشكل صريح يعني أن من يهدد وجود إسرائيل هو سياسة نتنياهو ويدعون إلى ما يسمي بايدن الاستراتيجية السياسية وعلى كل حال نقلته فورين أفارز وينقله الآخرون ويعتبرون أن هذه الاستراتيجية ممكن أن تنقذ إسرائيل وتعيد إحيائها وتؤبدها إلى أبد غير مسمى بنهاية المطاف هؤلاء يلعبون دورهم مع الإسرائيليين مع من يؤثرون عليهم من الإسرائيليين لكي يضغطوا إلى أعلى نتنياهو لكي يتراجع عن حافة الهاوية أملا بإعادة إحياء إسرائيل وتأبيدها ضد الفلسطينيين وضد المنطقة أعود إليك ناصر نقطة ضعف إسرائيل ونقطة قوة حماس بمشاهدة 19 من الحرب أرى بأن نقطة ضعف إسرائيل هي اليمين وأفكار الجامح التي لا يمكن للبشرية أن تتقبلها وشاهدنا التضاورات حتى داخل تل أبيب وواشنطن وأمريكا والغرب الثاني عن فشل الاستخباري وهذا مقتل كان البداية ويلاحق إسرائيل حتى الآن وكانهم منفصلون على الواقع أرادوا تغراق الأنفاق بمياه البحر ثم ذابت الفكرة واختفت وخجلوا بالأنفسهم والنقطة الرابعة هي وحدة الساحات نقطة ضعف إسرائيل لم تتوقعها استهارت بها سخرت بها وأخيرا الجبهة الداخلية الإسرائيلية التي تأم وتشكو وتصعخ نقطة قوة إسرائيل هي أمريكا والغرب وسلاح الطيران لديها ثم التطبيع والتعاون العربي سرا وعلنا معها أما نقطة قوة المقاومة فهي القوة القتالية العقائدية الأنفاق نقطة قوة ردا على سلاح الطيران حرب الشوارع الذي نشاهده والجبهة الداخلية الفلسطينية التي لم تخذ المقاومة ثم نقطة ضعف المقاومة الأنظمة العربية بعكس الغرب الذي وقف مع إسرائيل نقطة ضعف المقاومة جامعة الدول العربية ومنظمة الإسلامية العالمية ومن ثم التطبيع الذي هو خنجر دخل في ظهر المقاومة حتى العظم صحيح أعود إليك محمد فرج بين فيتنام وغزة إذا ما أردنا نتحدث عن النقاط المشتركة لناحية هزيمة المحتل يعني هناك عدة عوامل من الشبه والاختلاف مع الأخذ بعين الاعتبار أننا نقارن قطاع محاصر مقارنة بدولة واسعة متنوعة مترامية الأطراف وما إلى ذلك ولكن يمكن إن سمح الوقت أن نتحدث عن خمس عوامل من الشبه والاختلاف في هذا الاتجاه التي سببت هزيمة المحتل العامل الأول أن هذا المحتل حاول تأليب البيئة الحاضنة الاجتماعية على المقاومة بأي شكل من أشكال في الحالة الفيتنامية نحن نعرف أن هناك تنوع نسبي من البوذية الطاوية الكادية الكاثوريك وما إلى ذلك حاول الاحتلال الأمريكي أن يلعب على هذا الوتر وفشل في فلسطين حاول أن يلعب على وتر آخر أن يحمل المسؤولية لما جرى الآن للمقاومة الفلسطينية وهو ما فشل فيه على مدار كل شهور الماضية العامل الآخر المتعلق أيضا في بنية المجتمع هو محاولة صناعة كيان سياسي بأي شكل من الأشكال لما يسميه مجددا بطريقة غير موضوعية أيضا مجددا اليوم التالي للحرب هذا الكيان السياسي الاحتلال الأمريكي تمكن في فيتنام الجنوبية من إنشاء كيان سياسي هو حكومة فيتنام الجنوبية لديني ديام برئاسة ديني ديام تفككت هذه الحكومة في نهاية المطاف ترد المحتل وتوحدت فيتنام بشكل مباشر بعد اتفاقية باريس عام 1973 الاحتلال الإسرائيلي من طرفه حاول أن يبحث عن شكل من أشكال تأسيس الكيان السياسي في غزة محاولة فتح قنوات مع وجهاء عشائر محاولة فتح قنوات مع جهات معينة لا يوجد أي طرف يمكن أن يتفق مع الاحتلال أو أن يلعب هذا الدور في غزة لذلك أمل الاحتلال في هذا الإطار أمل مجفف وخائب وبائس ومحبط ولا يمكن المسير فيه بأي اتجاه من الاتجاهات العامل الثالث الولايات المتحدة الأمريكية حتى عندما أعلن عن 58 ألف جندي أمريكي قتل في فيتنام ولكن الأرقام تقول أن عدد الخسائر الأمريكية من الخسائر البشرية أكبر من ذلك بكثير إذا ما قارننا ما أصدرته الجهات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية مع الجهات المتعلقة بالمنظمات الاجتماعية وإعالة المصابين وإعالة أسر وعائلات الذين قتلوا في تلك الحرب على نفس السكة يسير الاحتلال الإسرائيلي في سياق الحديث عن 3800 جندي وضابط جرحه أو أصيبه خلال منذ بداية الحرب هذا رقم غير منطقي على الإطلاق إذا ما قرن بعدد الهجومات وإذا ما قرن أيضا بعدد المعاقين الذين تعلن عنهم الهيئات الاجتماعية والطبية الأخرى الجانب الرابع الذي يمكن الحديث عنه هو الجانب الاقتصادي الاحتلال الإسرائيلي يعاني حالة كبيرة من الإرهاق الاقتصادي والمؤشرات تتحدث عن ذلك خسائر تصل إلى 60 مليار دولار 88% زيادة في الإنفاق الحكومي وسببها الأساسي هو الإنفاق العسكري وإذا ما قررناها في حالة الولايات المتحدة الأمريكية نعود إلى عام 1973 ونتذكر أن خروج الولايات المتحدة الأمريكية من نظام بروتن وودز ومحاولتها بشكل أو بآخر أن تخرج من أزمتها الاقتصادية كان واحدة من أسبابها الأساسية هي حرب فيتنام العامل الخامس والأخير الذي يمكن الحديث عنه هو جانب المفاوضات المقاومة في فيتنام كانت تضع شرطا أساسيا لا يمكن المحيد والابتعاد والتراجع عنه هو أنه لا يمكن إيقاف المقاومة دون انسحاب المحتل وهذا ما تطرحه المقاومة في فلسطين وتضعه أساسا ثابتا يتفق عليه بشكل كامل العناصر المقاتلة والمجتمع باعتبارهم كلية واحدة لا يمكن تجزئتها أو تفرقتها قاسم أعود إليك ماذا وراء اعتبار هزيمة إسرائيل هو نتيجة سوء فهم لمصادر قوة حماس يعني من ضمن تحليلات هؤلاء العقلاء وهم يتزايدون يوما بعد يوم يحاولون أن يقولوا أن يقولوا للإسرائيليين أو لبعض الإسرائيليين ذوي التأثير المعنوي على الأقل ضد حكومة نتنياهو بأن حماس هي فكرة وهي حركة سياسية اجتماعية لا يمكن هزيمتها وأنكم لا تفهمون حماس ومصادر القوة وهذا ما يركز عليه مقال فورين أفارز وغيره لكن بحقيقة الأمر الموضوع مختلف تماما الإسرائيليين والأمريكان وأمريكا وكل الإدارات يعرفون بالضبط أسباب قوة حماس أسباب قوة المقاومة حزب الله في لبنان بكل المسائل لكن لا يعرفون لا يقدرون أنفسهم هم يعتصورون أن هذه القدرات وهذه القوى يستطيعون أن يهزموها أو أن يشتتوها سواء بالتحريض على سبيل المثال هم يعتبرون من اللحظة الأولى حتى اليوم ولم تزل هم يعتبرون أن الحرب بدأتها حماس في 7 أكتوبر ولا يوجد أي شيء قبل 7 أكتوبر كان هناك بعض الخلافات ولكن على الطريق كان من الممكن أن تحل وهذا ما يركزون عليه حتى هؤلاء العقلاء على الأقل يقولون الوقت غير مناسب لنقول غير ذلك هم يقدرون أن إذا تبنت إسرائيل الاستراتيجية الأمريكية يعني ماذا يعني بالضبط يعني التلفيق والتزوير والحديث بأنه ممكن أن نتحدث بدولة فلسطينية وحل الدولتين وأن نتسامح وأن مسألة الكراهية ومسألة الثقة هذه الكلمات التي استطاعوا أن يغسلوا العقول سواء في منطقتنا أو في مناطق أخرى هم لا يقدرون أنفسهم لا يعرفون أنهم لم يهزموا مقاومة فيتنام وغير فيتنام حتى وآخرا في أفغانستان وبكل أحوال الإدارة الأمريكية عندما تتحدث مع الإسرائيليين تقول لهم نحن نزيدكم خبرة من تجربتنا ومن تجربتنا من فيتنام وقبل فيتنام وبأمارك اللاتينيين لكن أيضا في أفغانستان وأيضا في العراق هذه القوة عندما تصطدم بمقاومة من شديدة البأس وتقول ومصممة على أن تحارب لم تهزمها لا إسرائيل ولا الأمريكان على العكس من ذلك كل مرة بال73 أكبر مثل عندما حارب العرب الإسرائيل هزموها 2006 هزمت بكل مرة هزمت إسرائيل وأمريكا كذلك عندما تتصدى لها المقاومة وتصمم على الهزيمة الأمريكية تستطيع أن تهزمها لذلك اليوم المقاومة هي لا تهزم إسرائيل فقط هي تهزم إسرائيل وتهزم أمريكا تهزم المشروع الإسرائيلي والإستراتيجية الأمريكية ناصر اللحام هل يمكن لعمل الوقت أن يغير نتيجة؟ في الحقيقة يبدو أن ينتبه الإسرائيليون بأنه عمل الوقت لم يعد ضاقطا على الفلسطينيين والدليل على أنه في الأشهر الأخيرة صار وقف الحرب مطلبا إسرائيليا شعبيا وحزبيا وليس مطلبا فلسطينيا الحالة الأولى التي كان يريد فيها الفلسطينيون وقف التدمير تجاوزتها إسرائيل ودمرت كل شيء ضربت المستشفات والشغال أغرب تصريح سمعته بالأمس وهو خطير جدا جدا جاء من مدير عام شركة الكهرباء الإسرائيلية في مؤتمر صحفي لم ينتبه له أحد من تحت ذاق نتنياهو قال مدير شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية إذا وقعت حرب بين حزب الله وبين إسرائيل تنهار الدولة بعد خمس ساعات صدم الصحفيون وسألوا عن ماذا تتحدث قال إذا ضرب حزب الله محطات توليد الكهرباء بعد خمس ساعات سوف تنقطع الاتصالات في إسرائيل بشكل كامل بعد خمس ساعات لن تكون إسرائيل قابلة للعيش وبالتالي من دون كهرباء واتصالات سؤل جنون الإسرائيليين وصار هذا خبر أول جاء بوزير الطاقة لينفي ما قاله مدير الشركة فقال وزير الطاقة ومسؤولين الطاقة إن من أسس إسرائيل لم يؤسسها لتخوض حرب بل أسسها لتضرب مجرد وقوع الحرب في داخل إسرائيل إسرائيل تصبح غير قابلة للحياة ولم ينفي ما قاله مدير عام شركة الكهرباء ما أدى إلى انقلاب الصورة بشكل كامل تراجعت كل الأخبار وبات هذا هو الخبر الأساسي إنه لو وقعت الحرب مع لبنان فإن الذي سيعود أربعين سنة للوراء هي إسرائيل وليست لبنان وقال المعلنون الفلسطينيون يستطيعون أن يعيشوا سنة من دون كهرباء كما نشاهد في غزة لكن الإسرائيليين بعد تسع أيام سوف يهاجروا من فلسطين كليا ثم نقطة ثانية حركة حماس الضعيفة المحاصرة الفقيرة صمدت تسعة أشهر حزب الله سيدخل معنا حرب تسع سنوات قبل أن يطلب وطاق النار وبالتالي بالأمس كانت محطات التنفذة الإسرائيلية تدهيشوني أنتقل إليك من جديد محمد فرج إذا ما أردنا الحديث عن شبكة الأنفاق تحدثنا عن البيئة قبل قليل ماذا عن شبكة الأنفاق ودورة بتعزيز الفشل الاستراتيجي لإسرائيل يعني دائما على يجب أن نلخص العناصر الأساسية في نجاح المقاومة والفشل الاستراتيجي الذي يتعرض له الاحتلال الإسرائيلي في بعدين بعد فني متعلق بمجموعة من المسائل التي أهلت المقاومة للقيادة في الميدان والبعد المتمثل بالإرادة الشعبية إرادة عناصر المقاومة الإرادة المجتمعية الكلانية التي تشكل الوعاء الروح لكل هذه النجاحات الميدانية في البعد الفني شبكة الأنفاق تلعب دورا كبيرا وكبيرا جدا في شهر نيسان من هذا العام عام 2024 صدرت تقرير السنوي لتقييم المخاطر لمجتمع الاستخبارات الأمريكي وكان يقول أن إسرائيل بحاجة لسنوات كثيرة لكي تتمكن من تحييد البنية التحتية المتعلقة بالأنفاق في قطاع غزة ويمكن القول هنا أنه لا يوجد أي شيء في إطار الخبر الأمريكية لا من فيتنام ولا من العراق ولا من أفغانستان يمكن نقله في الميدان بمعنى أن تعطي حلا سحريا لإسرائيل في تفكيك شبكة الأنفاق لا يوجد أي شك من أشكال هذه الخبرة يمكن نقلها ربما الولايات المتحدة الأمريكية تعلمت بعض الدروس ولكنها لا تمتلك المفاتيح العمليانية التي يمكن أن تزودها لإسرائيل في هذا الاتجاه ولا سيما أن هناك عدد كبير من التقارير الفنية التي تتحدث أن لا شيء يعمل مع شبكة الأنفاق لا إغراقها من خلال مضاقات المياه ولا من خلال تعطيلها من خلال دفق الغاز فيها بأي شكل من الأشكال لأن هذه التقارير تتحدث عن احتمالات كبيرة من وجود أنظمة تستطيع الاستجابة لكل أشكال المخاطر التي يمكن الحديث عنها من قبل الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية ولا سيما أيضا يمكن الحديث أن هذه المادة في الفورين أفيرس تتحدث أن 80% من شبكة الأنفاق ما زالت تعمل قادرة على العمل قادرة على المناورة قادرة على تأمين شبكة اللوجستيات قادرة على التخزين قادرة على أنها تؤمن ما يلزم للصواريخ وما إلى ذلك ولكن حتى هذه المادة ولا أي جهد من الجهود الصحفية تستطيع أن تتمكن من رصد الرقم الدقيق 80% وربما أكثر بكثير من ذلك لما زال يعمل في مسألة الأنفاق يمكن القول نهاية أن تجربة حروب الأنفاق في التاريخ كثيرة في الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية الثانية وما جربته الولايات المتحدة الأمريكية من ويلات عندما نزل الجند الأمريكي بسكين ومصباح بفرقة فئران النفق ولم يتمكنوا من فعل شيء إلا زيادة حالات الهلع يمكن القول بدون تعميم متسرع أن حرب الأنفاق لا تخسر بسهولة وحرب الأنفاق في غزة لن تخسر بأي شكل من الأشكال أنهي معك قاسم عز الدين كيف يقرأ المحللون الغربيون أسباب تعزيز التلاحم مع المقاومة؟ قد تتفاجأين علاء ولعل البعض من المشاهدين يتفاجأ أن هذا الغرب المعروف بالعقلانية وتعودنا ونحن كل الأجيال تربت على قراءات وتحليلات ونأخذ دائما الأفكار نيرة من هذا الغرب لكنهم من 7 أكتوبر حتى اليوم هناك تخبط رهيب حتى أكثر العقلاء أكثر العاقلين أكثر المتمحسين لا يستطيعون أن يفهموا ماذا يحدث لماذا؟ يعني هم ينظرون نظرة يسمونها بعض الأحيان متعاطفة إنسانية لكي يتقربوا من الشرق أو يتقربوا لكي لا يظهروا بأنهم مستعمرون لكنهم لا يصلوا إلى نتيجة ومن ضمن لا يفهموا بالضبط ما الذي يدعو الشعب الفلسطيني لكي يتمسك بالمقاومة ويقول أن هذا هو الخيار والذي نتراجع حتى لو ذبحنا عن بكرة أبينا ما الذي يدعو الشعب العربي وأحرار العالم أن يتمسكوا بالمقاومة رغم كل هذه الحملات رغم كل هذا التشويه رغم كل التحريض لأنهم لا يريدون أن يفهموا أن هذا هو نتيجة الاحتلال هو 76 سنة من الاحتلال الشعب الفلسطيني وغير الشعب الفلسطيني راكم تجارب ويعرف بالضبط أن هذا الاحتلال من 48 وحتى قبل 48 لم يعهد يوما عن القتل والدمار والخراب والتخريب والسجن ومصادرة الأراضي والغير ذلك هم يريدون أن يفصلوا ما قبل 7 أكتوبر يعتبوا بعد 7 أكتوبر لكنه بنهاية المطاف الواقع هو واقع الشعب الفلسطيني أنا أقول ليس له خيار ونحن بهذه المنطقة ليس لنا خيار إما أن نهزم هذه الدولة ونهزم المتعاون الداعمين نهزم الإمبريالية الأمريكية أو سيذبحوننا والشعب يعرف ذلك لذلك نتمسك بالمقاومة ونتمسك بإمكانية أي نقطة دم حتى نقهر نتخلص من العبودية والاستعباد والأحرار بكل ما انتفضوا من أجل حريتهم كل ما سهلوا على أنفسهم وعلى المنطقة وعلى السلام في العالم أن هذا الاحتلال مصيره إلى زوال مهما تجرعنا من السم والتعب والعرق والقهر وكل ما نتعرض له لكن بنهاية المطاف سنة أفضل من 75 سنة صحيح كل شكر لك قاسم عز الدين الشكر الموصول لناصر اللحام ومحمد فرج على المشاركة في قضية اليوم التحليلية انتهت مشاهدين دائما شكرا لطيب متابعتكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة